أطلقت مؤسسة حياة كريمة مشروع سق الأضحية للعام الثاني وذلك بعدما نجحت الموسم الماضي في توصيل اللحوم لأكثر من 125 ألف أسرى مستحقة وتضمن مؤسسة حياة كريمة توفير أفضل أنواع اللحوم البلدي من سلالات أبقار مميزة في مزارع المؤسسة وبإشراف بيطري وفني كامل وأن المؤسسة أن لديها قاعدة بيانات كبيرة من الأسر الأكثر استحقاقاً في كل محافظات الجمهورية يتم الوصول إليها بالإضافة إلى قيام المؤسسة بتحديث البيانات بشكل مستمر لتحديد احتياجات الأسر المختلفة والتي تضم الفئات المستحقة من المرأة المعيلة والمسنين والمرضى والأرامل والأيتام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أثرت بيانات الحكومية أولية تراجع النتك المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 1.7% على أساس سنوي في ربع الأول من عام 2024 التراجع في ربع الأول هو انكماش الفصلية الثالث على التوالي على أساس سنوي في اقتصاد المملكة العربية السعودية الذي تضرر من خفض إنتاج النفط وهبوط أسعار الخام أكدت وزارة المالية الإسرائيلية أن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية قدره عشرة مليارات شكل أي ما يوازي مليارين وسبعمائة مليون دولار في مايو وعلى المدر الأشهر الأثنى عشر السابقة ارتفع العجز إلى 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في مايو مقابل 7% في إبريل متجاوزا الهدف البالغ 6.6% لعام 2024 بأكمله هذا وبلغ الإنفاق على الحرب على غزة التي بدأت في اكتوبر الماضي 70 مليار شكل اتفقت الصين وباكستان على تعزيز التعاون في مجال التعديل والصناعة وأكد يبين المشترك أن الصين ستعزز التعاون مع باكستان في مجالات مثل موارد النفط والغاز البحري وستشجع الشركات الصينية على المشاركة في تطوير مناطق النفط والغاز البحرية في باكستان اشتركوا في القناة